موسيقى إنجاز نوعي حقق في الولايات المتحدة الأمريكية حين صدق الرئيس باراك أوباما على قانون يعد الأكثر صرامة حتى الآن في البلاد للحد من الآثار السلبية للتدخين اليوم ونتيجة للعمل الجاد للديمقراطين والجمهوريين والمدافعين عن الصحة العامة والمستهلكين انتصرت الجهود الحثيثة الهادفة إلى حماية أطفالنا من الآثار السلبية للتدخين وفق هذا القانون أصبح في مقدور إدارة الأغذية والأدوية التدخر في مجال الدعاية والتسويق لمنتجات التبغ عبر فرض عدد من الإجراءات من قبيل منع أي إعلانات للسجائر على مقربة من المؤسسة التعليمية ومنع شركات التبغ من استخدام السبل المغرية من أشكال ونكهات للتأثير على جيل الشباب من المستهلكين أوباما الذي أدمن على التدخين في سنين شبابه الأولى ولم يقل عنه إلا قبيل خوضه غمار الانتخابات الرئاسية لم يخفي تفهمه لصعوبة القضاء على تلك الظاهرة كل يوم يدمن ألف شاب تحت سن الثامنة عشر على التدخين وتسعون في المئة من المدخنين ابتدأوا في عمر الثامنة عشر لقد كنت واحدا منهم لذلك فأنا أتفهم مدى الصعوبة للإقلاع عن التدخين بعد التعود عليه لمدة طويلة يذكر أن عشرين في المئة من سكان الولايات المتحدة هم من المدخنين كما أن قرابة أربعمائة وأربعين ألف حالة وفاة بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين تسجل سنويا في البلاد ورغم ذلك فإن شركات التبغ وشركات الإعلانات العملاقة وعددا من جماعة الضغط عرضت القانون بشدة لتأثيره الكبير على العائدات المالية الضخمة لتلك الصناعة بدر الدين الصائغ بي بي سي اشتركوا في القناة